السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ازايكم عاملين ايه? وهنكمل مع بعض النهاردة يونيت فور في كونكت بلاس آآ برايميري وان آآ هنخلص الوحدة الرابعة ان شاء الله في كونكت بلاس سنة أولى ابتدائي. وكان اليونيت معنا اسمه وما ننساش نعمل لايك للفيديو وشير وسبسكرايب لو انت جديد معي في القناة. وهسيب لكم روابط الحلقات اللي قبل كده او الوحدات اللي قبل كده في الوصف مع انا ان شاء الله. واول كلمة معنا دروب لتر. دروب لتر يعني يرمي القمامة على الارض. يعني يعيد تصنيع البلاستيك. يعني يحافظ على المية. يعني يزرع الاشجار. يعني شروق الشمس. وسايل يعني التربة الزراعية اللي بنزرع فيها النباتات. يعني يعتني بي. يعني العالم. يعني حيوان اليف. لو ينفع نربيه في البيت عندنا. كمان يعني يعني يحتاج. يعني ارنب. يعني كل يوم. يعني نظيف. يعني الحيوانات. فود يعني طعام. ووتر يعني مية. شلتر يعني مقوى او مسكن. هاوس يعني منزل. جيف يعطي. هاو يعني كيفة. هنا بيقول لنا ستاديز فولوينج. ندم قال لي ستاديز فولوينج. هيقول حاجات مهمة. بيقول لنا يعني الحيوانات بتحتاج الاكل والمية والمسكن عشان تقدر تعيش طبعا. يعني النباتات بتحتاج الدوق الشمس او اشعة الشمس والووتر المية والتربة. اه بعد كده بيقول لنا. يعني احنا بنعتني بالعالم بتاعنا. يعني ما بنرميش كمانة على الارض. يعني بنعيد تدوير البلاستيك. يعني بنصنعه من جديد. لا بحاجة بايزة. بياخدوها ويعيدوا تصنعه من الاول وجديد. يعني بنزرع الاشجار. يعني احنا بنحافظ على المية. في هنا على اللي كنا بنقرأه من شوية. وبيقول لنا. what do animal need to leave? الانيمال محتاجين ايه? علشان يقدروا يعيشوا. بيقول لنا. طبعا احنا لما بنلاقي سؤال بوقت هدو بنشتب عليهم الاتنين. وهناخد بقى نقول ايه? animals need. ممكن نقول animals need. وممكن نقول they need. اوكي? يبقى animals need food water and shelter او they need food water and shelter. number two. سؤال التاني بتقول له. what do plants need to leave? النباتات المحتاج ايه عشان تعيش? طبعا بنشتب ودوها نقول plants need sunshine water and soil. او they need sunshine water and soil. يعني هم بيحتاجوا الدوق بتاع الشمس والمية والتربة الزراعية. طيب وبما انه قلنا study the following واحنا قريناه كده وعايزين نفهم ايه اللي هو عايزنا نستدين نذكره. هو عايزنا نذكر ان اي وي 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 وزي بيجي وراهم الفرب في الانفنيتب. يعني بيجي وراهم الفرب فاضي. زي ما قال اي سيف water. اي سيف جت فاضية معلش saves ولا saving. زي ما قال we recycle plastic. احنا بنوعيد تدوير البلاستيك. زي go to school. هما يذهبوا الى المدرسة. animals need shelter. كل الفرب دي جت فاضية save recycle go animals. تمام? اه يلا نحل اه سؤال الاندرلاين ونمبر وان بيقول لنا we not trees. احنا بنعمل ايه في trees drop ولا plant ولا recycle طبعا بنزرع الاشجار يعني plant المفروض بقى حافظين الكلمات. we recycle ولا drop ولا save water. احنا بنعمل ايه في المية طبعا بنحافظ عليها يبقى save water. a pet needs. الحيوانة الاليف بيحتاج ايه? soil turbo ولا shelter مقوى ولا liter آآ قزورات طبعا بيحتاج shelter عشان يعيش فيه. we recycle احنا بنوعيد تدوير الايه? water ولا plastic ولا pits الحيوانات الاليفة طبعا بنوعيد تدوير plastic. ونمبر five بيقول لنا I give my pit انا باعطي الحيوان الاليف بتاعي soil ولا food طعام ولا plastic. طبعا بنديره طعام يبقى food. ويسؤال and complete. واذا هنكمل بالكلمات اللي هي pet آآ حيوان الاليف. افطر يعني آآ اللي هي تيجي معنا look after يعني يعني يعتني بي. we plant يعني يزرع وسيف يحافظ. واول واحدة I note water بعمل F المية طبعا بحافظ عليها save. number two I note trees. بعمل F الplant بزرعها يبقى plant. number three we look after our world يعني احنا بنعتني بالعالم بتاعنا. we number four بيقول لنا this is my. وده هو ده الايه بتاعي طبعا حيواني الاليف my pit. اوكي? الانسكريمبل بيقول لنا is pit this my. وطبعا عايزنا نبدأ ب is this. يبقى this is my pit. we number two بيقول لنا plant we trees we. آآ عايزنا نبدأ ب the we اللي نحن ويبقى we plant trees يعني احنا بنزرع الاشجار وناخد بالنا ان طبعا آآ الجملة بتترتب فاعل وفاعل وي مفعول. و معنا الجزء بتاع الفونيكس وعندنا بتاعت ال A I وال A و E وال A Y والتلاتة ال A فيهم هي اللي بتتنطق وبتتنطق بصوتها اللي هو A زي اول جزء رين رين مطرة تيل تيل زي يعني كطار اوكي آآ ال A وبعدين ويجي ماجيك اي في الاخر زي كلمة في فصل بين ال A وال حرف ساكن اللي هو الكي فتنطقت الاولة اي زي ما هي كيك جيت جيت شيك شيك اوكي تمام يبقى لما يبقى عندي ماجيك اي او عندي ال اي بنطق الاي زي ما هي بنفس صوتها واخيرا الاي اي بيتنزق اي زي هي هي اللي هو يعني يلا يعني جزور النبات يعني اوراق الشجر اللي هو نبات عباد الشمس او زهرة عباد الشمس واستيم يعني بتاع النبات اللي هو دراعه الطويل ده كمان معنا كلمة يعني علوم يعني بتنمو من يعني نباتات يعني تنمو على ومعانا بيقول لنا يعني النباتات بتملك جزور والجزور دي بتبقى موجودة جوه التربة احنا مش بنبقى شايفينها الجزر بينمو من يعني الصاق بينمو من الجزر اللي هو الدراع الطويل ده بيطلع من الجزر اللي هو تحت الارض الاوراق بتنمو على الصاق بتاع النبات الزهرة دي زهرة عباد الشمس بيبقى عندها زهرة جميلة او بتملك زهرة شكلها جميل او جذاب ونبرا وان بيقول لنا هاي ولا كيك ولا صايل بيكلوا الاش ولا الكيكة ولا التربة طبعا هي بيكلوا الاش الجزور بتكون جوه ايه ولا الجيت ولا الصايل الاوراق الشجر ولا البوابة ولا التربة طبعا في التربة هاف ولا ايز ولا هاز روتس النباتات بتملك آآ جزور وهي طبعا هاف بنفعش هاز لان جمع بعد كذا استم آآ نوقة يعني الجزع بيجرده ايه من من الجزر يبقى طبعا يبقى اللي هو الصاق بينمو من الجزر واخر واحدة نمبر فايف بيقول لنا زه هاز بيج آآ هي ولا رين ولا جيت يعني المنزل في ايه كبيرة طبعا يعني بوابة كبيرة هنكمل آآ بالكلمات اللي معنا اللي هي روتس تيل وكيك وليفس آآ طبعا اول صورة بيقول لنا زه نقط ار انزاايل اللي بيبقى جوه التربة وطبعا كلمة اللي هي آآ جزور النبات نمبر تو ايت هاز لونج ومش يقول لنا على الديل يبقى لونج تيل وي اللي وراها بيقول لنا اي ايت وما عندناش حاجة فوق بتتاكد غير كلمة كيك وي اخر حاجة اللي هي كلمة آآ بينمو على الصاق يبقى اللي هي الاوراق بتاعت النباتات هي اللي بتنمو فوق الصاق آآ بعد كده انا بيقول لنا هاز ايت فلاور آآ بريتي يعني ال الوردة بتملك آآ زهرة جميلة يبقى ايت هاز اه بريتي بيقول لنا يعني عايز يقول لنا احنا بنلعب في المطر يبقى احنا بنلعب في المطر ومعانا كلمات يعني سحرة يعني نهر يعني محيط اللي هي الغبات يعني تمساح وهيبو يعني سيد اشتاء او فرس النهر يعني سمكة يعني مصر يعني سلحفة يعني شجرة الموز اللي هو النبات البامبو وبيبايروس يعني نبات البردي عادة يعني بجوار يعني يلون سم يعني بعض يعني مياه عزبة يعني حر يعني دول يعني كسيفة الرمل فيها رمضة كثيرة يعني ايضا يعني نهر النيل يعني الاطول يعني في العالم يعني مواطن الحيوانات اللي اماكن الحيوانات بتعيش فيها او البيئات اللي بتعيش فيها الحيوانات يعني مياه ملحه يعني اماكن مختلفة. ومعانا هنا وبيقول لنا بيعرفنا الاماكن او الهابيتات اللي موجودة المواطن اللي حول العالم. وبيقول لنا ان الصحراء عادة بتكون حر ومليانة رم. الصورة التانية بيقول لنا في الغباد بيبقى موجود اشجار كتيرة ونباتات اخرى. الصورة التالتة تحت بيقول لنا يعني نهر الانهار بتملك مياه عزبة فيها مية عزبة وآآ اخر الصورة بيقول لنا يعني المحيطات فيها مية ملحة. ويمدينا ماب وبيقول لنا خريطة ونهر النيل بيقول لنا اطول نهر في العالم. هو موجود في مصر وفي عشر دول تانية. يعني هو مش في مصر بس وفي عشر دول تانية. في حيوانات كتيرة بتعيش في نهر النيل. بعضهم بيكون اللي هي التمساح وسيد اشطا والسمك والسلاحف. و بعض النباتات كمان بتنمو هناك زي البامبو اللي هو البامبو. اللي هو نبات البردي والبانانا بلانت يعني الشجر الموز. كروكوديل تمسيح. يعني صحراء. يعني الشجر. ونمبر وان مدينا زورة صحراء. بيقول لنا الغابات فيها ايه كتير? طبعا الغابات بيكون فيها اشجاري. يبقى نهر النيل يكون ايه? طبعا عندنا كلمة لونج هادة ننفع مع النيل. ان هو طويل. وآخر صورة نقط نايل ايه هو اللي بيعيش فيه نهر النيل? وطبعا عندنا الكروكوديلز او التمسيح بتعيش فيه نهر النيل. ومعانا سؤال ري ارانجو بيقول لنا يعني الانهار بتملك مياه عزبة. يبقى ننبر دو بيقول لنا از ديس بلانت ابانانا. هو عايزني ابدأ بزيس. يبقى زيس الاول وراها از ديس از ابانانا بلانت. اوكي? وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة ونهاية اليونت. اتمنى يكون اشتراح بها لكم وعجبكم. ويا رات ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو. واسب لكم رابط الحلقات القبل كده او الوحدات القبل كده عشان لو حبيتوا تشوفوها. واشوفكم في حلقة جديدة ويلا باي باي.